الحمد لله رب العالمين سكات الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها على المسلمين فرضها على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين فهي واجبة أو جبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ختام هذا الشهر فتجب على الإنسان وتلزمه وتجب ويجب عليه أيضا أن يخرجها عن من تلزمه نفقته من الزوجة والأولاد ونحوهم والحكمة من مشروعيتها أن فيها إحسانا للفقراء والمساكين لكي يشاركوا الأغنياء فرحهم بالعيد فيكون يوم العيد يوم فرح للجميع فإن الفقير أو المسكين قد لا يجد يوم العيد ما يأكله وما يشارك به الغني فرحته بالعيد فشريع الزكاة الفطر لأجل مواساة هؤلاء الفقراء والمساكين كي يشارك الأغنياء فرحهم بالعيد ويكون يوم العيد يوم فرح وسرور للجميع ومن حكم مشروعية زكاة الفطر أن فيها جبرا لما قد يكون من النقص والخلل من الصائم فإن الإنسان في شهر رمضان يعتري صومه ما قد يعتريه من النقص والخلل وكل معصية تقع من الصائم تنقص من أجل صومه فشرعت زكاة الفطر جبرا لهذا النقص والخلل الذي قد يقع من الصائم وإن كان هذا قد يرد عليه أنها تخرج عن الصغير والصغير غير مكلف حتى لو كان هذا الصغير عمره يوم واحد وهو غير مكلف مرفوع عنه القلم لكن نقول أن هذا خرج مخرج الغالب فنقول أن هذه الحكمة بناء على ما هو الغالب وأن الغالب أن زكاة الفطر تخرج عن المكلفين أيضا من حكم مشروعية زكاة الفطر أنها من باب شكر نعمة الله عز وجل للمسلم أن الله تعالى بلغه رمضان ويستر له فعلا ما تيسر من الأعمال الصالحة من الصيام والقيام وكثير من الأعمال الصالحة فهو يشكر الله عز وجل على هذه النعمة وزكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما كما جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام وكان الطعام عند الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الطعام عندهم هو التمر والبر والشعير والزبيب والأقط فكانت هذه الأصناف الخمسة هي الطعام السائد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن قال أهل العلم إن الواجب في إخراجها أن تخرج من الطعام الذي يقتاته الناس والذي هو من غالب قوتي أهل البلد ولذلك فلا بأس أن تخرج في وقتنا الحاضر من الأرز لأنه قوة يقتاته الناس وطعام طيب والسنة أن تخرج طعاما وهل يجوز أن تخرج من القيمة يعني تخرج نقودا أكثر أهل العلم على أنه لا يجزئ أن تخرج نقودا وإنما يجب إخراجها طعاما وهذا هو المذهب عند المالكية والشافعية والحنابلة وهذا يعني المذاهب الأربعة هي المذاهب والمدارس المتبوعة في العالم الإسلامي فثلاثة من هذه المذاهب مذهب المالكية والشافعية والحنابلة يرون وجوب إخراجها طعاما ولا يرون أنه يجزئ إخراجها نقودا خلاف الحنفية الحنفية هم الذين أجازوا إخراجها نقودا والصواب ما عليه جمهور أهل العلم وما عليه أكثر العلماء من أنها تخرج طعاما وليس نقودا وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإخراجها طعاما وأيضا حتى تبرز هذه الشعيرة وتتميز عن زكاة المال وعن غيرها فإخراجها طعاما تظهر به هذه الشعيرة ويراها الناس يراها الصغير والكبير ويراها الناس وتكون هذه الشعيرة ظاهرة في المجتمع بخلاف ما إذا أخرجت نقودا لا يصبح فرق بينها وبين زكاة المال ولهذا نجد أن البلدان التي تخرج فيها نقودا لا تظهر فيها هذه الشعيرة بخلاف البلدان العالم المسلامي التي تخرج زكاة الفطر فيها طعاما نجد أن هذه الشعيرة تكون ظاهرة وبارزة قد يقول بعض الناس إن إخراجها نقودا أنفع للفقير لأن الفقير إذا أعطيه نقدا يستطيع أن يشتري به ما شاء بخلاه ما إذا أعطيه طعاما نقول إن هذا الإراد أيضا وارد حتى في عادة النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة خرجوها مثلا دينارا أو خرجوها درهما أو دراهم وهذا الذي يقوله بعض الناس إنها أنفع للفقير طيب نقول حتى في عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنفع للفقير إذا أعطي نقدا أنفع له ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراجها طعاما ولهذا فالسنة أن تخرج طعاما ولا يجزي إخراجها نقودا فإن بغي لك أخي المسلم أن تحرص على تطبيق السنة ولو لم يكن في إخراجها طعاما إلا أن في هذا خروج من الخلاف خاصة وأن أكثر العلماء يرون أنها لا تجزي نقودا المذاهب المتبوعة في العالم الإسلامي المذاهب الملة الحنفية المالكية الشافعية هذه الأربع المدارس والمذاهب المتبوعة في العالم الإسلامي ثلاثة منها يرون أنها لا تجزي نقودا وإنما يجب أن تخرج طعاما ووقت وجوبها أو قبل ذلك مقدارها صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم والصاع كيل يعني يملأ هذا الصاع بطعام والناس الآن أصبحوا يتعاملون بالوزن يتعاملون بالكلو جرامات فلو قلت للإنسان أخرجها الصاع أنا أقول ما أدري كم قدار الصاع أخبرني كم كيلو أخرجها ولذلك لا بد من تحويل هذا الصاع إلى الوزن بالكيلو جرامات يعني هناك خلاه في تحويلها من صاع إلى كيلو جرامات أقل ما قيل هو كيلوان وأربعون جراما أو كيلوان خمسة وثلاثون جراما وأكثر ما قيل ثلاثة كيلو جرامات والذي يظهر أنها في حدود كيلوين وربع من الأرز إذا كانت ستخرج من الأرز ولو احتاط الإنسان وراد أن يخرجها ثلاثة كيلو جرامات باعتبار أن هذا هو الأحوط وينوي أن الزاعدة صدقة فيكون هذا حسنا وأما وقت وجوبها فتجب بغروب الشمس ليلة العيد هذا هو وقت الوجوب وهذه المسألة يتهرى عنها مسائل فلو مات إنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم يجب إخراج زكاة الفطر عنه ولو مات بعد غروب الشمس ليلة العيد ولو بالدقيقة واحدة فيجب إخراج زكاة الفطر عنه كذلك أيضا لو تزوج إنسان ودخل بمرأته قبل غروب الشمس ليلة العيد لزمه أن يخرج زكاة الفطر عنه ولو كان بعد غروب الشمس ليلة العيد لم يلزمه كذلك أيضا لو ولد لإنسان مولود قبل غروب الشمس ليلة العيد وجب إخراج زكاة الفطر عنه أما لو ولد له بعد غروب الشمس ليلة العيد لم يجب إخراجه زكاة الفطر عنه لكنه استحب ذلك لأنه استحب إخراجه زكاة الفطر عن الجنين الذي في البطن بشرط أن يكون عمر الحمل أربعة أشهر فأكثر أما قبل أربعة أشهر لا تخراج الفطر عنه لأنه ليس بإنسان نازل نطفة أو مضغة أو علقة أو مضغة والإنسان إنما يكون إنسانا بنفخ الروح فيه يكون مركبا من جسد وروح وهذا كما خبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون بعد مضي أربعة أشهر فالحمل يستحب إخراجه زكاة الفطر عنه إذا كان عمر الحمل أربعة أشهر فأكثر وهذا إذن هو وقت الوجوب وأما وقت الجواز فيجوز إخراجه زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين وعلى ذلك فيكون أول وقت لإخراج زكاة الفطر هو غروب الشمس اليوم الثامن والعشرين من رمضان إذا غربت الشمس من اليوم الثامن والعشرين من رمضان يجزئ إخراج زكاة الفطر في هذه ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان هذا هو وقت لإخراج زكاة الفطر لكن لو أخرجها قبل ذلك ننظر إن كان الشهر ناقصا تسعة وعشرين يوما وأخرجها مثلا في اليوم الثامن والعشرين أو في ليلة الثامن والعشرين أجزاء أما إذا كان الشهر تأمن فلا يجز ذلك عند طائفة من أهل العلم ويمتد وقت زكاة الفطر إلى صلاة العيد والأفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة وأما إخراجها بعد صلاة العيد فعند بعض الفقه أنه مكروف وذهب آخرون إلى أنه لا يجزئ إلى أنه ممنوع يعني بعض العلم يرون أنه مجزئ لكنه يكره وكثير مهل العلم يرون أنه لا يجزئ وهذا هو الأقرب لقول ابن عباس ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات فآخر وقت لإخراجها هو الصلاة العيد والمستحقون لها هم الفقراء والمساكين كان ابن عمر يعطيها من قبلها من قبلها ولم يظهر عليه غنا فلا بأس بأن يعطى إياها ويجوز دفع عدد من الفطر لمسكين واحد ويجوز دفع الفطرة إلى أكثر من مسكين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر المخرج وهو الصاع ولم يقدر عدد المساكين فينبغي للمسلم أن يحرص على إخراجها طيبة بها نفسه ولا يتبعها بمنة ولا أذى فإنها صاع واحد في العام فينبغي أن يحرص على أن يخرجها وأن يطبق السنة في ذلك أن يخرجها من الطعام وأن يتحرى بعطائها الفقراء والمساكين أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يستعملنا في طاعته وأن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته وأن يختم لنا شهر رمضان برضوانه وأن يجعلنا فيه من اعتقائه من النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين